اهلا بحضراتكم الجديد لسه يدوب صفقات الاهل الجديدة ما شاء الله عليها يعني تاتشود ما بدأوش ينزلوا الملعب حتى بدأ الار والكلام الكتير حوالين الاهل جاب اللعيبة بكامل لدرجة انه بيرستاو اتعور عنده شد المهم فيه اصابة في العضلة الخلفية هل في حد يضمن لأي لعب كرة ما يجلوش شد او ما يجلوش مز هنسمع كابتن مجد عبدالغاني وهو لعب كرة كبير ومؤكد انه يا ما اصيب ويا ما جاله شد سواء في الاهل او في المنتخب او في بيرمان صراحة مجد ما كانش بجيله شد الا اذا كان هو استثناء لكن فيه لعب كرة بتجيبه بشهاد الضمان بيرستاو اتعور مجد عبدالغاني قال ايه تعليق على خبر جالي دلوقتي وهو ان بيرستاو اتعور في العضلة الضمة قلت احنا بنمضي ليه اربع سنين ليه بنمضي اربع سنين وخمس سنين مع لعيبة ما نعرفهاش قالك اصددك اللعيب كويس ايام ما كان مسماني بيدرب قلت لهم اللعيب بيتغير من سنة لسنة ملعبش هتلاقيه السنة دية اللي ملعبش فيها دي ولا ما قاعد سنتين هناك عشان ما يفسخوش مع العقد يعني هو مش جاهز ومش حمل الحمل لا دا كلام مش لا بس المفروض انك انت جاب واحد فت وقف على حيله ماضي معه اربع سنين يا جماعة يا جماعة مرجوكو يا جماعة تسمعوا الكلام حرام الفلوس اللي بتتريبي في الأرض دي حرام والله ادوها لحياة كريمة يا أخي طيب هو هو احنا يعني هل دا فلوس بتتريبي في الأرض وإهدار عم بيرسي تاو لعيب كل الناس أشادت بيه وبإن ومكانياته ولاعب في جنوب أفريقيا ولاعب قدامنا هنا في مصر مع متخب جنوب أفريقيا وجاي من الملعب يعني هو مش جاي من كابت المجدى بغاني بيقولك ايه هو يمكن بيتسو موسيماني جابه من أيام ما كان بيلعب كنت تشوفوه دلوقتي عامل ايه دا هو قالك ممكن يكون مش وافع لحيله دا وافع لحيله قوي دا بيتسو دا بيرسي تاو شارك مع المنتخب يوم ثلاثة ويوم ستة تسعة يعني بصوا دا بيشارك مع منتخب بلاده مش كان بيلعب أيام ما كان بيتسو موسيماني بيدرب يعني لعب زنبابو لعب غانا دا لعب زنبابو غانا وجاب جنو وتلغى دا الإصابة اللي جات له يا كابت المجدى جات له أثناء مباراة المنتخب يعني هو نعم سبعين ديه وخارة جاب اه التشخيص بين الدكتور أحمد أبو عابلة مع الجهاز الطبي لجنوب أفريقيا انه الراجل قبل المباراة كان جاله شد حسب شد في الضمة خد علاج او خد حقنة بالبلازمة على اساس يلعب لانه ما كانوا محتاجينه في المباراة لما رجع ودخل بدأ يحس بالشد تاني اتعملت له أشعة لكن هل فيه لعيب نحن نبدأ بقى من الكلام من دلوقتي بس فيه بس عشان ليه؟ ليه مدتو أربع سنين يعني اللعيب دا انت تعاقدت معاه وهيجي يعمل كاش طبي عشان ينخرط مع النادي الآن خلاص؟ اه انت جبتهم الملعب اصيب في آخر مباراة قبل أن يركب الطائرة إلى مصر خلاص اصابة جات في اللحظات الأخيرة من ضمن سلسلة سوق البخت اللي عملت عرض لنا نادي الآن لا لح يتمرن ولا نقول ملعب لا لح الكلام على اهدار المال ولا احمال خد عندنا ولا لح يعمل حاجة اه يعني لا وبعدين نتكلم بقى في المزايدات طب ما تدوا الفلوس لحياة كريمة طب هو النادي الأهلي دور اللي بيقدمه للبلد هو كل المنشآت دي لصالح مين هي الرعاية الرياضية اللي بيقدمها الأهلي للألاف من الناشئين وأبناء الأعضاء في مختلف الألعاب مش ده دور مجتمعي مهم جدا يا كابتن هو مين قال ان بيرس تاوه كل اللعيبة اللي جاته وهو كابتن ماجد عبر غاني قادرة مني بالكلام ده أي حد فيهم قبل ما يمضي عقد مؤكد تعمله ملف طبي وتم الكشف عليه كويس جدا لكن هي فيش هذا الضمان إن فيه لعيب مش هجيله شدة عضلة أو مازل حد يضمن دي في اللحظات الأخيرة قبل أن يركب الطائرة يا سيد إبراهيم يعني هو مش وبعدين هو في الآخر يعني دي إصابة بإذن الله تاخد لها شهر ويرجع الملعب بإذن الله بإذن الله إنما لعيب كبير آه لعيب كبير لعيب كبير وكل اللي شفناه حتى في بطولة الأمم الأفريقية اللي كانت هنا اللي بيرس تاوه تقلقه مع منتخب جنوب أفريقيا تسبب إنه مجلس الإدارة اللي كان فيه كابتن ماجدي كله يتحل ده كان بيرس تاوه ساعتها فبالتالي لا للأهل بيرمي فلوس في الأرض ولا الآهل اشترى لعب مصاب إنما إنه يصاب بشد أو بمزء وهو موجود في النادي أو بيلعب مع منتخب بلاده فأعتقد دي مسألة لا يمكن الوقوف عندها كتير شكرا